اهلا بحضراتكم في هذه التغطية العجلة كشفت نيابة العامة تفاصيل حريق استوديو الأهرام حيث رصدت نيابة العامة فجر السبت الموافق السادس عشر من مارس لعام عشرين أربعة وعشرين نشوب حريق هائل بستوديو الأهرام بدائرة قسم شرطة العمرانية وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لممعينة مسرح الحادث فتبيننا أنه قطعة أرض محفوفة بالأشكال والنخيل المحترقة بها ثلاثة مباني قد احترق معظمها كما أسفرت المعينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة تضم ستة وأربعين وحدة سكنية تسعة عشر وحدة منها محترقة كليا وباقي الوحدات محترقة جزئيا وسألت نيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعدد من العاملين به فشهدوا جميعا بأن الحريق قد اندلع بأحد ابنية الاستوديو الخشبية ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددا من مصاب الحادث البالغ عددهم تسعة هذا وقد ندبت نيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة اللاجنائية بوزارة الداخلية وذلك لمعاينة مسرح الحادث ورفع الأثار منه وذلك لبيان سبب اندلع الحريق وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره ومدى وجود شبهة جنائية فيه وأمرت بتشكيل ثلاث لجانة الأولى من المركز القومي لبحث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لاحقه والعقارات المجاورة له وذلك من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح وثانية من مدرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الوقع وإيضا بيان ما أصابها من ضرر وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توفر الاشتراكات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وأيضا خضوعها للصيانة الدورية وكلفت نيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء هذا الحادث كما طلبت تحرياتها حول الوقع وجار استكمال التحقيقات وأيضا سؤال المصابين وكان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قرر تحمل الفقومة بالكامل تكلفة إعادة الوضع كما كان عليه قبل حريق استوديو الأهرام وأيضا المنازل المتضررة وتعويض المتضررين وقال رئيس الوزراء خلال جولة له السبت لتفقد موقع الحريق إنه سيتم إعادة الشيء لأصله موجها بأهمية الإطمئنان على السلامة الإنشائية للمباني وتشكيل لجنة عجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق ووجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصل وأيضا وجه رئيس الوزراء السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق والمتابعة الدورية من المسؤولين للموقع التنفيذي على الأرض مستمريين في تغطية إخبارية على مدار الساعة تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة